اشتركوا في القناة من ملك وكتابه ويتحدث فيها المهندس عدلي استهلالا عن الفوضى الرياضية وامتى تتنظم محدش يابراهيم قلبه وكله على سمعة الكرة المصرية خالص وتتكلم وعمل اللي انت عايزه كلها عبارة عن قرارات يا اما غريبة يا اما فجائية يا اما في التوقيت الغير مناسب ربما تكون صحيحة بس في توقيت غير مناسب يا اما يعني لو تذكر السنة اللي فاتت الحادثة اللي حصلت فقابل ماتش الاسماعيلي والاهلي والعيربية اللي في الكافيتيريا اللي قابل الاستاد وحصلت مشكلة جمدة جدا وكادة ان تحدث مأساة لان الاعتداء اللي عسارة دي لو كان السبع تامن عربيات التانين وصلوا في نفس التوقيت كانت بقت مشكلة كبيرة ووقتها صدر قرار او صدر تصريح من الوزارة انا وقتها شفت انه يعني محلش حاجة البهاني اللي طالع بقولك لن نسمح بتكرار الامر مستقبلا لكن لم يتحدث ماذا عن الواقعة فكانت النتيجة ما شاهدناه من انت لو تشوف المنظر في الاعتداء على مصر والاسماعيل الاسماعيلي واللعب أو اتنين حوالي 30 أربعين واحد جمهور بيتقذفوه واللي بالكراسي يعني قسوة شديدة ربنا ربنا يعني عدى المقر دي على خير لم تحدث اصابات جسيمة أوفيات وبعدين نتكلم برضو كيف نعالج ما هو قادم يا جماعة الموضوع بسيط تعالنا نتكلم كل قرارات اللي بتطلع من تحد الكرة حتى لتصواب منها في التوقيت الغريب تدي فرص للناس انها تتمحك وتتكلم وت وتألف وتفبرج مش بس وتقلف لا انا الاوان الناس اللي هي بتحرض وبتوقع ها وبتفتعل اذامات مهش مدركة بمسئوليتها أو بعدم مسئوليتها ممكن توصلنا لايه آه آه يعني هنتكلم على موضوع الشيبي و هنتكلم على موضوع عقابات اتحاد الكرة هنتكلم على عنف الجماعيل هنتكلم على قضاة كثيرة أستاذ ابراهيم النهاردة من منذور نظاموا الدنيا عملوا معروف طيب خلينا